بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم وانت ماشي في المنصورية كده وأحيانا يعني مش لازم منصورية بعض القرى كده في ريف مصر فتلاقي المناطق دي عبارة عن مناطق فقيرة فيها بعض الأراضي الزراعية وفيها بيوت صغيرة مبنية بطريقة عشوائية شكلها يعني مبهدلة شوية وناس كده يعني على قدهم عايشين فيها وتلاقيهم مثلا ممكن يبقوا نشرين الغسيل برة قاعدين على طول على باب بيتهم في الشارع هربا من الحر والكتمة وأحيانا نزنق جوه بيوتهم حتى تلاقي عفش كده طالع برة حطينه قدام باب البيت إنما ممكن جدا في نفس ذات المنطقة الفقيرة دي تلاقي قصر كبير فخم داير ميدور حواليه صور عالي محوط الأصر زي ما يكون حضنه ومداري على تفاصيل فخامة المبنى ده وجمال الجنينة ومن وراء الصور تلاقي شجر كثيف داير ميدور الأصر ده عشان يحجب الرؤية أكتر ويحافظ على الخصوصية أكتر وأكتر هو صور واحد في نفس المنطقة فاصل بين الفقرة والأغنية صور الأصر دا هو الصور الظهر بتاعه للفقرة وبطنه للأغنية وتلاقي ولاد المنطقة بيستنوا الباب لما بيفتح علشان العربية تدخل فتلاقيهم يجروا يعني بسرعة يختلصوا نظرة أو نظرتين ويلحقوا يمتعونيهم بجمال الأصر دا قبل ما الأبواب الحديد العالية اللي بتبقى متغلفة بإزاز مخرفش كده عشان يحجب الرؤية تماما قبل ما الأبواب دي تقفل تاني يجروا كده يبصوا بص هذا الصورة اللي بيفصل بين القبل وبين الجمال هو صورة تقريبية وتشبيه ممكن يكون من بعيد شوية يعني احنا مستخدمينه علشان نقرب صورة الصور اللي بيفصل بين الجنة والنار نفس الصور اللي بيحيط الجنة هو اللي بيحيط النار أو اللي يعني عند الجنة هو اللي عند النار لكن شتان ما بين ظاهره وباطنه النهاردة عندنا وصف تفصيلي لباطن هذا الصور من ناحية الجنة وظاهره من ناحية النار وهنعرف مين هم أصحاب الأعراف بيعودوا يعني عند الصور ده ولا بيعودوا فين بالزبط هنتكلم مع فضيلة الشيخ أشرف الفيل في الموضوع ده وحضرتكم تقدروا تصلوا بي وتسألوا أي سؤال بس بفكركم قبل ما ببتدي الحلقة بسؤال اللي موجود على أرقام البرنامج سؤال مسابقة برنامج الدين والحياة واللي حضرتكم بتتصلوا يعني بالبرنامج وتقدروا تدخلوا سحب على عمرة يومية احنا يوميا بنقدم عمرة وبنتصل باللي بيكسب العمرة وبنهنيه على الهوى النهاردة عندنا فايز للعمرة وحضرتكم لو اتصلتم دلوقتي احتمال حد فيكم نكلموا بك فاصلوا لك